أكثر الأسباب شيوعا لانكماش خرطوم الرديتر انتهاء العمر الافتراضي لخرطوم الرديتر فبمرور الوقت وبفعل الحرارة العالية والضغط المستمر على الخرطوم سيصل إلى مرحلة يصبح بها ضعيفا سيبدأ بالتآكل من الداخل رويدا رويدا إلى أن يصل إلى مرحلة التشقق والتلف غالبا لا يحتوي الخرطوم العلوي على زنبرك داخلي لذلك فهو عرضة للانكماش عندما يتآكل كثيرا من الداخل ثانيا تلف غطاء الرديتر يعد وجود غطاء الرديتر أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على مقدار الضغط المناسب داخل دائرة التبريد ولتجنب الضغط الزائد الذي يمكن أن يتلف مكونات النظام يقوم غطاء الرديتر بفتح صمام يحتوي على نابض لتفريغ السائل الزائد في القربة وتحت الضغط المنخفض يعيده إلى النظام عند إطفاء المحرك ستبدأ درجة حرارة ماء الرديتر بالانخفاض وبالتالي انخفاض الضغط داخل دائرة التبريد وهذا الأمر يجعل ماء الرديتر يعود من القربة إلى الرديتر مرة أخرى ولكن إذا كان الغطاء عالقا في تلك اللحظة فسيحصل رد فعل عكسي ينتج عنه انكماش خرطوم الرديتر ثالثا بمرور الوقت يمكن أن تلوث الرواسب الداخلية سائل التبريد حيث سيكون أكثر سمكا ولن يسمح له بالتدفق بسهولة عبر نظام التبريد يبدأ هذا بدوره في سد الممرات الداخلية مسببا انكماشا بخرطوم الرديتر وقد تتفاقم المشكلة مسببة ارتفاع درجة حرارة سيارتك إلى جانب ذلك يمكن لانسداد الخرطوم المتصل بين طبة الرديتر والقربة أن يتسبب بنفس المشكلة وهذه كانت أهم ثلاثة أسباب لانكماش خرطوم الرديتر فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد